مفيش توطر مفيش قلق احنا بنلعب في كأس العالم للاندية خلينا فريش رفع من علينا الضغط يحتل تويتر خلينا خلينا فريش ان شاء الله مفيش قلق ومفيش توطر تأكيد كلنا ثقة عجبنا جدا الحوار ووجود الكابتن امير عبد الحميد ورسالة للكابتن علي لطفي علي لطفي عاوزينه بذكريات مباراة الاهل والزمالك في الدور الماضي الدور الاول غياب سبع لعبين على رأسهم كابتن محمد الشناوي يكون علي لطفي هو كلمة السر في فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بالتصدي لرقل الجزاء اثناء المباراة ويقدم مباراة العمر بالنسبة لعلي لطفي عايزين نقول يا ليالي العمر عودي ويقدم مباراة تاريخية في كأس العالم للاندية بالتأكيد كلنا ثقة وجماهير النادي الاهلي كالعادة كلها ثقة في فريق النادي الاهلي وكالعادة قبل اي مباراة مهمة هتلاقي دايما جمهورك في ظهرك جمهورك رقم واحد ترند عشان يقولك البرونزية يا اهلي او البرونزية الجمهورك يا اهلي تصدر النهاردة هذا الهاشتاج تويتر كالعادة جماهير النادي الاهلي هي الاكثر شعبية الاكثر جماهرية دائما وابدا تصق في فريقها فشيء طبيعي جدا نتمنى لعيب النادي الاهلي يردوا التحية لجماهير النادي الاهلي بتحقيق البرونزية من أجل أغلى شيء في كيان النادي الآلي جماهير النادي الآلي